السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني جدا بعد العيد والاجازات عايزين ناكل حاجة تكون صحية وفي نفس الوقت ما نحرمش نفسنا من الاكل الجميل الخبز بتاع النهاردة هيناسب الكل اي حد بيعمل نظام جزائي يكون قليل النشويات او قليل السعرات الخبز بتاع النهاردة هيكون رائع جدا احلى حاجة بقى اللي احنا لو عايزين ناكله محمص بينفع لو عايزين ناكله طري بيكون جميل جدا جنب اي حاجة احلى فطور بيشبعنا جدا احلى حاجة في وصفة النهاردة اللي احنا نستغل بيها حاجة كانت عندنا في العيد هنستعمل النهاردة الترمس ولكن هنستعمل الترمس اللي هيكون منقوع ومسلوق اه على اليمين الترمس ده انا نقعته وزلقته النقع بيكون 18 ساعة وممكن كمان 24 ساعة نغير من على المية ونسلقه واي حاجة بتطلع كده من على الوش بنرميها ونحصل على ترمس يكون مسلوق لوصفة النهاردة عايزة كوبايتين من الترمس اللي هيعملوا اتنين تقريبا من الخبز اللي احنا شفناه في اول الفيديو آآ كوباية الترمس المسلوق بتكون متين جرام فالوصفة عايزة النهاردة ليها 400 جرام وعايزة ربع كوباية من زيت الزيتون اكيد طبعا لو عايزين نعمل خبز واحد هنقسم المقدير على اتنين عايزة بتين بدرجة حالة الغرفة وعايزة ننز كوباية من اللبنة او الزبادي اليوناني اللي هي بتكون زبادي عادي واحنا بنصفيه من المياه اللي هيعمل نكهة حلوة جداً الكمون الحب المحمص وكمان هنحط آآ بزور الكتان عندي هنا بزور الكتان اللي هي كولدن الدهبية فسواء عندك الدهبية او العادية اللي هي البنية مفيش مشكلة زي ما هي كده مش مبخونة لاني هحط كل حاجة في الخلاط وعايزة الملح ومعلقة صغيرة من بيكين بودر عشان نزود النكهة بحط حبة البرقة مع الكمون المحمص اول حاجة هعملها جيب نص كوباية من المياه الدفية وحطها على بزور الكتان واسيبها شوية كده ودلوقتي دور الخلاط كل حاجة هنحطها في الخلاط معادة الترمس يعني هنحطه في الاخر هبدأ بربع كوباية من زيت الزيتون ونص كوباية المياه اللي انا حط فيها معلقتين كبار من بزور الشياء او بزور الكتان سواء الدهبية او البنية يبقى احنا عندنا ثلاث خيارات اللي حاجة المتاحة عندنا نستعملها ونحط بقى النكهة الكمون اللي هو محمص ونحط حبة البرقة ونحط البتين اخر حاجة هنحطها دلوقتي الملح والبيكين بودر او وكمال اللبنة مننساهاش كنت هنساها ونروح بقى نشغل الخلاط زي ما احنا شايفين على اليمين لسه محطوط الترمس اللي هو اه المسلوب هحطوا بعد مخلط المقونات دي الاول كويس اغرب خبز بالترمس بنجدنا شويات لان الوصفة تعتبر غريبة بالنسبة للمغبوزات عمتا اللي احنا نعمل خبز واللي متابع القناة هيلاقيني عاملة كزا وصفة من الخبز بالترمس وكمان فطايل بالترمس بعد ما خلطنا المقونات بقى كلها نحط بقى الترمس دلوقتي ونخليه يختلط معهم يعني حاولي ديتين كده ندفي ونشغل حد ما نلاقي الخليط زي ما انتو شايفين بالشكل ده الخليط يكون سميك شوية طيب مهم جدا ان احنا نختار صانية ندهن الصانية كويس عشان دي من انواع الخبز ان تلزق فانا مش هحط ورق زبدة ولا حاجة عشان اسهل عليكم ده مقس الصانية تلاتة وعشرين ونصف خمسة وتلاتين يعني هاتوا اي صانية قريبة من الحجم ده هتعمل لكم اتنين تقريبا انا ما عنديش صانية من نفس الحجم ده فانا حاول يعني هعمل حاجة مختلفة هعمل هنا الاول وبعدين اللي هتبقى هعمل كده ايه في القب كده هوريكو كمان شوية بصوا الخليط بيكون عامل ازاي كل ما بيكون رفيع كل ما بيكون طعمه احلى والنسيجة بتاعته بتكون حلوة شايفين وفرة كده من زيت الزيتون تحت ونبتدي آآ نساوي الوش بتاعه طيب لو عايزين نعمل بقية بنفس المقدار صانية تانية او عندي هنا اللي هي الاولب اللي هي الكارتون دي برضو هديها ده هنا عشان تكون احسن حاجة عمل معي تلات اولب كمان او صانيتين بنفس الحجم ده بالفرشة كده هبتدي عمل اي شكل بيها بس عشان يبقى شكلها متميز يعني وكمان ييجي عليها من زيت الزيتون يبقى غرض الفرشة ان احنا نحط عليها تاني من فوق شوية من زيت الزيتون وده هيفرق جدا جدا في النتيجة بصو كده ده شكلها على طول على الفرن مش محتاج تخمير ولا حاجة هنحطها على الرف الشبك بتوعة حوالي اتناشر او خمستاشر جيئة بعد كده هنفتح لها الشوية لحد ما تاخد لون من فوق اول ما نلاقي الصانية كده سابت من الجوانب نعرف ان هي استوت معنا راحتها حلوة جدا نقدر طبعا نزينها مسلا بسمسم او حبة البرقة او نسيبها كده سادة التعامل طبعا مع الخبز لما يبرد انا هقلبه معاكم دلوقتي هو خلاص بيرد في الصانية برده فهعرف اقلبه انا كنت فكرة لازق بس مطلعش لازق ولا حاجة ايه والصانية زي الفل كأنني ما عملتش فيها اي حاجة طبعا بقى نقدر نقطعه بالحجم اللي احنا عايزينه ويا سلام بقى بعد ما نقطعه كده نحمصه تاني بيكون حلو جدا ويكون خيار مناسب للناس اللي بتحب الحاجة المحمصة هارفين التوست العادي اللي بيكون محمص هو هيكون قريب جدا منه شايفين شكله عامل ازاي احلى حاجة اللي احنا نخليه رفيع بلاش نخلي الطبقة بتاعته سميكة علشان يدينا الشكل الجميل ده بصوا كمان الشكل الناحية التانية لا لا الناحيتين احلى من بعد وصفة جميلة جدا وسهلة ومكوناتها ان شاء الله تكون متوفرة وجربوه على طول وبيفضل بقى في التلاجة لو احنا حمصناه بيقعد وقت طويل لو ما حمصناهوش ممكن يقعد حوالي يعني اسبوع يعني 8 ايام حاجة زي كده في التلاجة عشان يكون فريش ينفع كمان اللي احنا نخزنه في الفريزر لو احنا عايزين نقطعه ونحطه في الفريزر ونطلع على قد الوجبة يعني فبيكون جميل جدا بصوا تقطيع ولا اسهل من جدا انا بالنسبالي الخيار بتاع التحميس ده عجبني جدا جدا مع حتة لبنة الصبح او حتى اي غموص كده بيكون بيشبع جدا جدا بيخليني كده طول اليوم يعني فعلا فعلا شبعينا وعلى فكرة يعني ايام كتير بياخد كده كوبات شاي معي وخلاص بيكون هو ده الفطار لو ما عنديش وقت يعني افطر وبس كده هي دي كانت وصفة النهارده اتمنى ان شاء الله ان كل الوصفات تكون بتعجبكوا وبيتطبقوها واكتبولي بقى تحت رأيكم في التعليقات اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني ومع السلامة اشتركوا في القناة